هددت المستشارة الألمانية إنجلا ميركل اليوم بنقل جنودها المتمركزين في تركيا إلى دولة أخرى إذا عصرت أنقرة على رفض منح مشرعين ألمان الإذن بزيارتهم وقالت ميركل إنها ستواصل التحاور مع تركيا لكنها تبحث في نفس الوقت عن بدائل أخرى لنقل قاعدة إنجريك إلى الأردن ويتمركز نحو 250 جنديا ألمانيا في قاعدة جوية في تركيا حيث شاركون في مهمة قتالية للحلف ضد تنظيم داعش في سوريا المشاهدة